اشتركوا في القناة لكن قبل ما ييجي يوم الرب هيجي انسان شرير وتستغرب لما نوصل لمزمور تسعة وعشرة هنلاقي المزمور ده شوف مزمور عشرة من غير عنوان ليه؟ لأنه عاوز كأنه عاوز يقول لنا أنه يدبع مزمور تسعة الأبجادية في مزمور تسعة ومزمور عشرة أبجادية واحدة متصلة لكن بعد لما نوصل للعدد سبع من مزمور عشرة لغاية لما نوصل للعدد النشر فيه ست حروف وقع ست حروف شو معنى ست حروف؟ لأنه رقم ستة رقم الإنسان الذي خلق في اليوم السادس وآخر آية في مزمور عشرة لكي لا يعود يرعبهم إنسانهم من الأرض يبقى هنا بيكلمنا عن فترة عصيبة عندما الأثيم يجلس في عرش الله في هيكل الله بيقول أنا الله وعشا كده الترتيب جميل في مزمور تسعة بيكلمنا عن أتعاب وآلام لكن ماشي بالأكروستيك أو الأبجادية لغاية لما نوصل للمزمور عشرة نلاقي إن ست حروف مش موجودة عاوز يقول لنا حاجة عاوز يقول لنا الرقم ست خلوا بالكم الرقم ست دا حييجي إنسان رقم اسمه ستمية ستة وستين هذا هو الأثيم هذا هو ضد المسيح فإلى هذه الدرجة الإبداع اللغوي ودي ممكن مش قادرين نشوفها بالعربي لأنه مترجم لكن اللي يرى العبري حيشوف روعة هذا وإحنا لما بندرس وبنعرف إن المقصد من سقوط ستة حروف إنه يبرز لنا إن الإنسان بشره حيكون في ذلك اليوم الذي يسبق يوم يملك الرب ويجلس ويعيد السلام والفرحة للخليق المحسن بحق إن أنا أمام كتاب الله أمام تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر